يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الاهلي في رمضان في الحقيقة حلقة النهاردة من الحلقات المهمة جدا جدا وإحنا محظوظين أنا وزميل محمد سعيد أننا دايما بيكون يوم حلقتنا في حدث مهم وبارز بيخص النادي الاهلي وبيخص جماهير النادي الاهلي وفي الحقيقة كمان أن النهاردة يوم سعيد من الأيام السعيدة الكتير جدا على جمهور النادي الاهلي وما أكثرها في الحقيقة النهاردة كان وضع حجر الأساس لإستاذ النادي الاهلي الجديد وخطوة همة جدا نحو إنشاء هذا الإستاذ اللي كان بيحلم بي وبينتظر كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان على مدار سنوات عديدة وكثيرة جدا 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 في الحقيقة أنا النهاردة كنت حريص أشد الحرص على أني أكون موجود في الحدث الهام وعجبني أكثر من أمر مهم جدا وأهم الأمور دي هو توجيه الدعوة لكل أبناء النادي الاهلي لكل لعب النادي الاهلي القدامى سواء نحن عارفين أن في البعض ممكن يكون بيختلف في وجهات النظر وده أمر طبيعي وموجود في كل حتة مع مجلس إدارة النادي الاهلي لكن الحل هو الجميل هنا أن مجلس إدارة النادي الاهلي كان حريص جدا أنه هو يوجه الدعوة لكل أبناء أو كل أبناء النادي الاهلي حتى من هم بيختلفون مع مجلس إدارة النادي الاهلي الحالي وده أكبر إثبات وترسيخ مهم جدا للكلمة اللي احنا متعودين عليها والشعار اللي احنا متعودين عليه دايما أن النادي الاهلي فوق الجميع الاهلي فوق الجميع مش مجرد شعار لكن هو شيء ملموس وموجود على أرض الواقع وأكبر دليل اللي احنا بنشوفه قدام حضراتكم ده بعض اللعيبة القدامى بعض النجوم الكبار بعض الشخصيات البارزة جدا اللي كانت موجودة في حدث مهم زي النهاردة بالتالي هو يوم فعلا سعيد ويوم مهم جدا بالنسبة لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان